يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم فاطمة تقول والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا مثلما جاء في زيارتها أني راض عن من رضيت عنه ساخط على من سخطت عليه متبرئ ممن تبرأت منه موال لمن واليتي معاد لمن عاديتي مبغض لمن أبغطي محب لمن أحببتي يا أم الحسن والحسين أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة أخوتي أخواتي أبنائي بناتي لا أخفيكم سرا إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من الصرطان القطبي الخبيث فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها عقلا وقلبا وقولا وعملا بين أيديكم الآن الحلقة السادسة والأربعون من الصرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية أعاذنا الله تعالى وإياكم منه وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم فاصل إرهابي قطبي وبعد الفاصل نلتقي هذه هي الحلقة السادسة والأربعون من حلقات برنامج الصرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية وهي الرابعة من حلقات عنونتها بفلسطين في ثقافة الكتاب والعترة في الحلقة الماضية كان ختام الحديث عند هذه الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب وسائل الشيعة للحر العامل رحمة الله عليه وهذا هو الجزء الثالث من منشورات المكتبة الإسلامية صفحة 522 الرواية الخامسة والنص موجود على صفحة 523 عن أبي حمزة الثمالي قال إن أول ما عرفت عن علي بن الحسين أني رأيت رجلا دخل من باب الفيل وباب الفيل باب معروف من أبواب مسجد الكوفة الأعظم والذي كان يسمى سابقا في زمان أمير المؤمنين بباب الثعبان رأيت رجلا دخل من باب الفيل فصلى أربع ركعات فتبعته حتى أتى بئر الركوة وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود فقلت له من هذا قال هذا علي بن الحسين فدنوت إليه وسلمت عليه فقلت ما أقدمك بلادا قتل فيها أبوك وجدك فقال زرت أبي يعني سيد الشهداء وصليت في هذا المسجد ثم قال ها هو ذا وجهي فإني راجع إلى المدينة راجع إلى وطن الرواية واضحة وصريحة في أن مسجد الكوفة من المساجد التي يشد لها الرحال وهذه وهذه سيرة معصوم واضحة جدا ما عندنا أن أحدا من المعصومين شد الرحالة إلى بيت المقدس من المدينة خطورة خطورة الأوضاع في العراق زمانا مكانا أشخاصا حكومة ومع ذلك يأتي الإمام السجاد لزيارة سيد الشهداء ولا يكتفي بزيارة سيد الشهداء بل يأتي لزيارة مسجد الكوفة ومرت علينا الروايات في حلقة يوم أمس من أن المسجد الأقصى في السماء وأن مسجد الكوفة أفضل من بيت المقدس ومرت علينا الرواية عن أمير المؤمنين لما جاءه ذلك الرجل مودعا لأنه كان يريد أن يقصد بيت المقدس طلبا للفضل كما بيّن هو في كلامه مع سيد الأوصياء والأمير ماذا قال له قال بيع راحلتك وكل زادك وأقم في هذا المسجد وصلي صلاتك في هذا المسجد فمسجد الكوفة أعظم فضلا من بيت المقدس مع جلالة بيت المقدس بيت المقدس له من الجلالة والمنزلة ولكن ذلك لا يقاس بمسجد الكوفة الأعظم وستأتينا تفاصيل أخرى في طوايا هذه الحلقة لكي تتضح الصورة بشكل جلي وبين بيت المقدس والذي يعبر عنه الناس بالمسجد الأقصى منزل مبارك هو من منازل الأنبياء وسيأتينا الحديث في فضلي بيت المقدس لكنني أتدرج بالكلام شيئا فشيئا كي أعطيكم صورة واضحة عن موقع فلسطين وعن موقع بيت المقدس في ثقافة الكتاب والأترة فما هو موجود في ساحة الثقافة الشيعية فيما يرتبط بالمسجد الأقصى وبيت المقدس وفلسطين مأخوذ من الثقافة القطبية الناصبية ومأخوذ من الثقافة السياسية للحكام العرب حديث أهل البيت كما عودنا مراجعنا وعلماؤنا يطرحونه جانبا هكذا تعودنا من مراجعنا ومن علمائنا ومن فضائياتنا ومن أحزابنا ومنظماتنا ومن مراكزنا الثقافية يضعون حديث أهل البيت جانبا بل لا علم لهم بحديث أهل البيت ولا الطلاع لهم على حديث أهل البيت غاية ما عندهم من الثقافة ثقافة قطبية ناصبية أو هراء من عالم السياسة هذه هي الحقيقة الواضحة التي تتجلى في المكتبة الشيعية أو في وسائل الإعلام الشيعي أو على ألسنة رجال الدين الشيعة هذا هو الجزء الخامس من وسائل الشيعة كنت قد قرأت عليكم من الجزء الثالث وهأني أنتقل بكم إلى الجزء الخامس من وسائل الشيعة من منشورات المكتبة الإسلامية طهران إيران صفحة خمسمية وثلاثة واربعين أبواب صلاة المسافر الباب الخامس والعشرون عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق ماذا قال من مخزون علم الله يعني من خواصنا من علمنا الخاص بنا يتحدث عن نفسه يتحدث عن آل محمد من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن إتمام الصلاة في السفر تكون الصلاة مقصورة تقصر الصلاة ولكن هناك مواطن لها حرمة خاصة لها قدسية خاصة هذه المواطن الإتمام فيها أفضل من القصر والمكلف مخير بين القصر والتمام لكن الإتمام أفضل ما هي هذه المواطن من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن حرم الله حرم الله يعني المسجد الحرام بينته روايات أخرى حرم الله وحرم رسوله يعني المسجد النبوي وحرم أمير المؤمنين حرم أمير المؤمنين بينته الروايات مسجد الكوفة حينما تتحدث الروايات عن ذلك إنها لا تتحدث عن حدود المسجد الحرام فحرم الله ليس مخصوصا بالمسجد الحرام لا أريد الآن الخوضة في التفاصيل الفقهية لهذا الحكم حرم الله الإشارة إلى المسجد الحرام حرم رسوله الإشارة إلى المسجد النبوي حرم أمير المؤمنين الإشارة إلى مسجد الكوفة وإلى حرمه إلى حضرته القدسية ولكن نحن الآن نتحدث عن المساجد المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الكوفة وحرم الحسين بن علي صلوات الله عليهم هذه هي المواطن التي بالنسبة للمسافر مخير ما بين القصر والتمام والإتمام أفضل لماذا لحرمتها لعلو شأنها والروايات كثيرة جاءت بهذا المضمون على سبيل المثال صفحة 546 عن اسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم اسماعيل بن جعفر عن إمامنا الصادق قال تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه ورواية أخرى صفحة 549 من الجزء الخامس من وسائل الشيعة أبواب أبواب صلاة المسافر وهذا الباب هو الباب الخامس والعشرون من أبواب صلاة المسافر الرواية 25 عن أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه إمامنا الصادق أبو بصير يقول سمعته يقول سمع الإمام الصادق يقول تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين لم يرد ذكر لبيت المقدس ليس لأن بيت المقدس ليست له خصوصية له خصوصية ولكن خصوصية بيت المقدس لن تصل إلى خصوصية هذه المواطن التي تحدثت عنها هذه الروايات هذه المواطن هي المواطن التي يشد لها الرحال ولذلك جاء إمامنا السجاد رغم كل الظروف قاصدا كربلاء وقاصدا الكوفة في مسجدها الآضم وماء أتم طقوسه حتى توجه راجعا إلى المدينة فهذه المواطن هي المواطن التي يشد إليها الرحال والمعصومون فعلوا ذلك بيت المقدس ليس هكذا ولم يرد عن أي معصوم قد قصده ولم يرد عن أي معصوم أن حث شيعته بالتوجه إلى بيت المقدس بينما الروايات والأحاديث عندنا كثيرة وفيرة الأئمة يحثون شيعتهم في التوجه إلى مسجد الكوفة إلى مسجد السهلة أما الحسين صلوات الله وسلام عليه فذلك حديث آخر لكثرة ما تحدث الأئمة وأمرون بالوجوب بوجوب قصده والأحاديث كثيرة 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 في هذا الشأن فبيت المقدس مسجد موضع محل أرض لها خصوصيتها لكنها لن تصل إلى مستوى ما لهذه المواطن والمساجد من خصوصية ومنزلة وفضل فبيت المقدس لا يشد له الرحال في ثقافة الكتاب والأترة في ثقافة المخالفين يشد له الرحال ذلك أمر خاص بهم أنا أتحدث عن ثقافة الكتاب والأترة بيت المقدس بيت المقدس لا يشد له الرحال بيت المقدس لم يتحرك أحد من المعصومين باتجاهه ولم يأمر المعصومون أحدا من شيعتهم بالتوجه إلى بيت المقدس نعم مدحوا بيت المقدس بيّنوا فضله وتحدثوا عن فضل الصلاة فيه ولكنهم كذلك تحدثوا عن فضل الصلاة في المسجد الجامعي في أية مدينة أو في أية قرية هذه المواطن وهذه المساجد التي مر ذكرها والتي يخير فيها المسافر بين القصر والتمام كان هذا الحكم لخصوصيتها فهي بمثابة موطن موطن للمؤمن المسافر المسافر مخير بين القصر والتمام ولكن التمام أفضل إشارة إلى أن هذه المواطن هي وطن للمؤمن المسافر لماذا؟ لشدة ارتباط هذه المواطن بآل محمد الوطن الأصل هو الحقيقة المحمدية ذاك هو وطننا شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويحزنون لحزننا فهذا الفرح وهذا الحزن مرتبط بتلك الطينة الوطن وهذه المساجد والمنازل التي أشير إليها يشد إليها الرحال حكم الصلاة فيها للمسافر له خصوصيته وغير ذلك إنها إشارات صريحة تأخذنا إلى هذه الحقيقة إلى خصوصية الرابطة فيما بين هذه المواطن وبين آل محمد وبين إمامنا المعصوم أعني الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أكمل الحديث هذا هو الجزء الثامن عشر من كتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي رحمة الله عليه طبع الدار أحياء التراث العربي ألف وتسعمية وثلاثة وثمانين ميلادي صفحة ثلاثمية وثنين وسبعين رقم الحديث تسعة وسبعين وهو ينقل عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي علي ابن إبراهيم القمي تفسيره في الأعم الأغلب روايات وأحاديث نقلت عن إمامنا الباقري والصادق صلوات الله عليه ماذا يحدثنا الشيخ المجلسي عن علي بن إبراهيم القمي عن إسماعيل الجعفي قال كنت في المسجد الحرام قاعدا وأبو جعفر يعني الإمام الباقر في ناحية كان جالسا في ناحية في جهة من المسجد الحرام فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة ثم قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكرر ذلك ثلاث مرات كرر هذه الآية الإمام هنا يقوم بهذا الأمر ينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الكعبة ثم يكرر الآية ثلاث مرات ثم ماذا يفعل ثم يلتفت إلى إسماعيل ثم التفت إلي فقال أي شيء يقول أهل العراق في هذه الآية يا عراقي فإسماعيل من الكوفة إسماعيل الجعف من الكوفة كل هذه التفاصيل الإمام قام بها لكي يلفت أنظارنا إلى أهمية هذا الموضوع فالإمام نظر إلى السماء ثم نظر إلى الكعبة ثم كرر الآية ثلاثا ثم توجه إلى إسماعيل ولم يكن جالسا بقربه كان جالسا على مسافة فحتما الإمام كان يرفع صوته عاليا حين قرأ الآية ثلاثا كي يسمع إسماعيل وبعد ذلك سأله حتما رفع صوته عاليا كي يصل الصوت إلى إسماعيل ثم التفت إلي فقال أي شيء يقول أهل العراق في هذه الآية يا عراقي قلت يقولون أسري به من المسجد الحرام إلى مكتوب هنا إلى البيت المقدس هو من أسماء بيت المقدس النبي وأهل البيت يسمونه بيت المقدس ولكن أيضا هناك من الناس في تلك الأزمنة كان يسمونه بالبيت المقدس يقولون أسري به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس أو ربما إلى بيت المقدس ولكن وقع تصحيف فجاءت هكذا يقولون أسري به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس فقال ليس هو كما يقولون ولكنه أسري به من هذه أشار إلى الكعبة أشار إلى الأرض إلى هذه وأشار بيده إلى السماء لأن الإمام كان ينظر إلى السماء وينظر إلى الكعبة هكذا بدأت الرواية هكذا حدثنا إسماعيل ماذا قال وأبو جعفر في ناحية إمامنا الباقر فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة فقال ليس هو كما يقولون ولكنه أسري به من هذه من الكعبة إلى هذه إلى السماء وأشار بيده إلى السماء وقال ما بينهما حرم قال فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرائيل وقال ما بينهما حرم يعني ما كان خلال هذه السفرة ما كان خلال الإسراء والمعراج فقد مر على الكوفة ومر على بيت المقدس ومر على مواطن أخرى مواطن عديدة ذكرت في حادثة الإسراء والمعراج أنا هنا لا أريد أن أذكر تفاصيل حادثة الإسراء والمعراج فهناك مواطن عديدة مر بها نبينا صلى الله عليه وآله حديثي في هذه الحلقة عن بيت المقدس وقال ما بينهما حرم يعني مر في أماكن لها من الحرمة لها من القداسة لها من المنزلة ولكن المراد من المسجد الأقصى الأقصى الأبعد فأبعد نقطة وصل إليها أين هناك ما بعد السبحات هناك في أقرب موطن إلى الله إلى الله سبحانه و تعالى حين دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى كما نقرأ في دعاء الندبة الشريف دنوا و اقترابا من العلي الأعلى قال فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرائيل فقال رسول الله يا جبرائيل أفي مثل هذا الموضع تخذلني يعني لا تأتي معي فقال تقدم أمامك فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك فماذا قال رسول الله فرأيت ربي وحال بيني وبينه السبحة وحال بيني وبينه السبحة أو السبحة وتلك هي السبحات في أحاديث الإسراء والمعراج هناك تفاصيل كثيرة وليس المقام للولوج في كل ما جاء في هذه الأحاديث الرواية واضحة والحديث واضح والرواية هي جزء من الأحاديث التفسيرية وهذا يقرعون يقرعون في تفاسير النواصب إلى أن وصلنا إلى التفسير القطبي وحلت على رؤوسنا الطامة الكبرى نحن نحن الأجيال التي ولدت وعاشت منذ الخمسينات من القرن العشرين وإلى يومنا هذا وإلا لو أنهم اعتمدوا الأحاديث التفسيرية في فهم القرآن لصارت الصورة واضحة جدا مشكلة علمائنا في فهمهم للأحاديث أنهم يفهمون الأحاديث بطريقة الشافعي بطريقة المخالفين وطريقة المخالفين تتعامل مع القرآن ومع الأحاديث بطريقة فهم البدوي صفحة 374 شرح وبيان من الشيخ المجلسي قوله عليه السلام من هذه إلى هذه أي المراد بالمسجد الأقصى البيت المعمور لأنه أقصى المساجد من قال لك ذلك يا شيخنا المجلسي يمكن أن نسمي البيت المعمور في السماء الرابعة تجوزاً تجوزاً بالمسجد الأقصى مثل ما قال الإمام الباقر وما بين هذه وهذه حرم فالمسجد الأقصى يمكن أن نطلقه على البيت المعمور ويمكن أن نطلقه على العرش وما بعد العرش ولكن الإطلاق الحقيقي هو أقصى وأعلى نقطة وصل إليها سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويمكن أن نطلق المسجد الأقصى على بيت المقدس لأنه واقع في هذا الحرم ما بين هذه وهذه مثل ما قال إمامنا الباكر فماذا قال ولكنه أسري به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السماء وقال ما بينهما حرم فالإطلاق إطلاق تجوز الشيخ المجلس يفهم ذلك على نحو الحقيقة قوله عليه السلام من هذه إلى هذه أي المراد بالمسجد الأقصى البيت المعمور لأنه أقصى المساجد ولا ينافي ذهابه أولا إلى بيت المقدس إلى آخر الكلام بينما في الحاشية والمعلق هنا فقيه أصولي شيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي رحمة الله عليه هو الذي يعلق على هذا الخبر فماذا يقول في الحاشية الثانية أراد عليه السلام أن إسراءه لم يكن مقصورا على ذلك بل كان من الأرض إلى السماء فكان إسراءه أولا إلى المسجد الأقصى ثم منه إلى السماء هذا الكلام ليس موجودا في الرواية هذا هو الفهم الذي أقول عنه ما هو بفهم منسجم مع ثقافة الكتاب والإطرة لماذا لأن الذي يفهم الحديث فقيه أصولي وعلماؤنا الأصوليون يفهمون الأحاديث بشكل مخالف لثقافة الكتاب والإطرة لماذا لأنهم مشبعون بثقافة المخالفين دراستهم في علم الرجال الناصبي وفي علم الأصول الناصبي وفي علم الكلام الناصبي ركبت عقولهم بطريقة لا يفهمون حديث أهل البيت وفقا لذوق أهل البيت يفهمون الأحاديث بطريقة بعيدة جدا عن حديث آل محمد هذا الفهم الذي ذكره الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي هذا هو الفهم الذي عليه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لهذا الموضوع لو سألتم الآن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عن هذا الموضوع سيجيبون بهذا الجواب هذا هو الجواب الرسمي في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية أراد عليه السلام أن إسراءه لم يكن مقصورا على ذلك بل كان من الأرض إلى السماء فكان إسراءه أولا إلى المسجد الأقصى ثم منه إلى السماء فالمسجد الأقصى هو بيت المقدس بالإطلاق الحقيقي وهذا يخالف ما جاء في الرواية بشكل صريح وما مر علينا من الروايات السابقة يدل على عدم اطلاع واسع على حديث أهل البيت هذا المنطق ويدل على لي أعناق الحقيقة وأعناق المضامين الواضحة في حديثهم وفقا للثقافة المعهودة في أذهانهم وهي ثقافة مأخوذة من العيون الكدرة والكلام هو هو مع شيخنا المجلس المحدث الإخبار الكبير رحمة الله عليهم جميعا أعتقد أن الصورة أخذت تتضح بنحو أكثر لا زال في جعبتي حديث كثير أحاول الإختصار بقدر الإمكان من خلال هذه الجولة التي بدأتها في الحلقة الماضية بدأتها من سورة الإسراء ومن الآية الأولى بعد البسملة في سورة الإسراء ثم أخذتكم في جولة ما بين أحاديث العترة الطاهرة إلى أن وصلنا إلى ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي عن إمامنا الباخر مثل ما روى لنا إسماعيل الجعفي كل هذا يجعل الصورة تتضح وتتضح وأكثر ولكن نحن بحاجة إلى استكمال بقية المطالب لأجل أن نصل إلى زبدة المخضي من كل هذا الحديث الذي بدأ في حلقات متقدمة ولا زال متواصلا مسترسلا صار واضحا عندنا أن أهل البيت يسمون هذه البقعة المباركة في فلسطين ببيت المقدس وهذا هو الاسم الذائع والشائع والمشهور وتبين لنا أن النبي قد مر في هذه البقعة المباركة في إسرائه ومعراجه وتبين لنا أن المسجد الأقصى حقيقة هو أعلى نقطة بلغها سيد الكائنات في معراجه وتبين لنا يمكن أن نطلق هذا العنوان المسجد الأقصى على البيت المعمور على العرش ويمكن أن نطلقه على بيت المقدس تجوزا باعتبار أن ما بين هذه وهذه كما قال إمامنا الباقر ما بين الكعبة والسماء في مسيرة الإسراء والمعراج حرام مر الحديث عن كل ذلك ولكن هناك قضية مهمة جدا لا بد أن أمر عليها الذي يتبادر إلى أذهان المسلمين عموما وحديث عن الشيعة هنا الذي يتبادر إلى أذهان الشيعة حينما يكون الحديث عن المسجد الأقصى مباشرة هناك صورة معهودة لبناء يعرف الآن بمسجد قبة الصخرة بناء معروف صورته معروفة نعرفها منذ طفولتنا وهو الموضع والمكان الذي كان الشيعة قبل سنة 1967 يقصدونه للزيارة قبل ذهابهم إلى مكة والمسلمون كذلك لكن حديث عن الشيعة البرنامج برنامج شيعي والحديث في أجواء ثقافة الكتاب والعترة الآخرون أحرار كيف يفكرون ماذا يعتقدون لا شأن لي بهم حديثي عن أجوائنا الشيعية يتبادر إلى الأذهان هذا البناء المعروف بمسجد قبة الصخرة ببناء قبة الصخرة أنا لا أسميه مسجد قبة الصخرة فهذا بناء أموي شيطاني سأشرح لكم الصورة بيت المقدس مساحته واسعة أوسع من هذا البناء بيت المقدس الهضبة الصخرية العالية مساحتها واسعة جدا سأعرض لكم فيديو قبل أن أكمل حديثي لأجل أن تتضح الصورة هذا الفيديو موجود على اليوتيوب واساسا هو مأخوذ من موقع قناة الجزيرة القطرية هذا الفيديو يعطينا في دقيقتين وأجزاء من الدقيقة الثالثة أقل من ثلاث دقائق يعطي يعطي صورة إجمالية عن المكان الذي يسمى على ألسنة المسلمين بالمسجد الأقصى رجاء ال control room أعرض لنا فيديو قناة الجزيرة هناك فيديو آخر قد يشرح تفاصيل أكثر حتى تتضح الصورة للمشاهدين لمتابعي البرنامج رجاء ال control room أعرض لنا الفيديو الثاني هذا البناء الذي يعرف ب قبة الصخرة البعض يتصور أنه هذا هو المسجد الأقصى الذي يتحدث عنه المسلمون المسجد الأقصى مساحته كبيرة جدا قبة الصخرة هي جزء من المسجد الأقصى الذي يتحدث عنه المسلمون وتتحدث هذه التقارير المصورة عنه في ثقافتنا في ثقافة الكتاب والعترة لا أقول في ثقافتنا الشيعية الثقافة الشيعية ثقافة ناصبية لا شأن لي بها في ثقافة الكتاب والعترة المسجد الأقصى هناك في أعلى نقطة وصل إليها محمد صلى الله عليه وآله أما هذا الذي هو في فلسطين فهذا بيت المقدس ما يسمى بقبة الصخرة هذه بدعة شيطانية أموية عبد الملك ابن مروان طلب من ولده الوليد أن يبني مكانا هنا بناءا هنا يخدعون به أهل الشام ويصورون للشاميين ولأتباع بني أمي من أن هذا المكان أشرف وأفضل من الكعبة لذلك الوليد ابن عبد الملك ومن معه من المهندسين والبنائين اقترحوا هذا الاقتراح وصمموا هذا التصميم بما أن الكعبة مربعة فهم جاءوا ببناء مثمن فالكعبة أركانها أربعة هم جعلوا أركان هذا البناء ثمانية ومثل هذا الأمر يخدع الناس فجعلوا هذا البناء مثمنا ولا زال إلى اليوم هذا البناء بناءا مثمنا أما قصة أما قصة الصخرة فنحن لا نعرف عنها شيئا في ثقافة الكتاب والعطرة هذه الصخرة صخرة اقتطعها الأمويون وجعلوها بديلا عن الحجر الأسود وجعلوها كبيرة ثم حفروا عليها آثارا لأقدام النبي مثل ما توجد آثار لأقدام إبراهيم الخليل في مقام إبراهيم في المسجد الحرام نقروا في هذه الصخرة آثارا لأقدام النبي وقالوا إن النبي وقف هنا ومن هنا صعد إلى السماء ونسوا من أن النبي صعد إلى السماء على البراق على حال أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة فهذه الصخرة لا نجد لها ذكرا في حديث العترة الطاهرة حتى في أحاديث المخالفين حينما يناقشون الروايات والأحاديث التي تحدثت عن هذه الصخرة فإنهم يضعفونها من جهة الرجال والأسانيد ولا شأن لي بهم حديثي عن ثقافة الكتاب والعترة فالأمويون عبد الملك ابن مروان وولده الوليد هما من بني هذا البناء وجعلوا له أركانا ثمانية ضعف أركان الكعبة وإنما جعلوها ثمانية لجهتين الجهة الأولى هذه الأركان في العدد ضعف أركان الكعبة ثم قالوا إن أبواب الجنة ثمانية فكل ركن من هذه الأركان يناظر بابا من أبواب الجنة الثمانية هذا الأمر ربما التفتوا إليه بعد ذلك هم في البداية أرادوا أن يبنوا بناء يكون أفخم وأعظم من الكعبة فاقترحوا البناء المثمن ثم جاءوا بهذه الصخرة الكبيرة فهي أكبر بكثير من الحجر الأسود لأن الحجر الأسود في الحجم صغير ليس بحجم صخرة بيت المقدس التي وضعت في هذا المكان قد تتساءلون فتقولون ورد في الروايات ذكر صخرة بيت المقدس نعم ورد هذا العنوان ولكن من قال من أن هذا العنوان الذي ورد في الروايات يتحدث عن هذه الصخرة فهذه الصخرة لم يرد عنها حديث عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعم هناك أكاذيب في ساحة الثقافة الشيعية نحن كنا نصدق بها يحدثنا كبار السن الذين ذهبوا إلى بيت المقدس ويبدو أنهم كانوا مشبعين بفكرة كاذبة وصدقوا بها كانوا يقولون إن هذه الصخرة معلقة في الهواء كذب الصخرة ليست معلقة في الهواء وهذا الكلام لا حقيقة له على أرض الواقع الصخرة موضوع على دك وهذا الكلام كذب في كذب وكلام كثير سمعناه من رجال الدين الشيعة أو قرأناه في بعض الكتب أو من الحجاج الذين ذهبوا وحجوا هناك ولكن ولا واحد منهم رأى أن هذه الصخرة معلقة في الهواء ولكن يقول رأيتها الصخرة ليست معلقة في الهواء لو كان هذا الأمر موجودا فعلا لظهر في الأفلام وفي الصور تلك من الأكاذيب ومن الافتراءات وكل ذلك يدخل تحت هذا العنوان التثويل المغناطيسي الذي أتحدث دائما عنه التثويل المغناطيسي في أجوائنا الدينية والتصطيح الفكر والعقائد في أجواء مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية هذه الصخرة لا خصوصية لها وكل ما قيل عنها أكاذيب وليس لها من ذكر في حديث أهل البيت لا من عين ولا من أثر هذا العنوان ورد في الروايات وسأشرح لكم ما المراد من هذا العنوان صخرة بيت المقدس سأبينها لكم فإذن هذا البناء بناء شيطاني هذا بناء شيطاني بني على أرض بيت المقدس بيت المقدس أرض واسعة بيت المقدس بعبارة موجز ومختصر الهضبة الصخرية المرتفعة في الجانب الشرقي من مدينة القدس هذا هو الذي يقال له بيت المقدس والأرض المباركة من حوله هناك أرض مباركة هي هذه الهضبة الصخرية الواسعة وبيت المقدس كان بناء موجود في رواياتنا بيت المقدس أول من بناه واختطه أبونا آدم ولكنه لم يعرف بشكل واضح وصريح إلا في زمان إبراهيم النبي في زمان إبراهيم النبي حين هاجر من العراق إلى فلسطين أعاد بناءه مثل ما أعاد بناء المسجد الحرام والمسجد الحرام أول من اختطه جبرائيل واختطه أبونا آدم ولكنه ضاع في أحقاب التأريخ الذي وضع أسسه إلى يومنا هذا هو النبي إبراهيم والنبي إسماعيل فمثل ما اختط إبراهيم المسجد الحرام في الحجاس اختط بيت المقدس في فلسطين فالفضل يعود لإبراهيم في تشييد بيت المقدس وفي تشييد المسجد الحرام ولذا فبيت المقدس لا صلة له باليهود لليهود صلة به كسائر الأمم الأخرى ليس مكانا خاصا لليهود إبراهيم اختط للمحمديين المسجد الحرام من أولاده واختط للإسرائيليين بيت المقدس من أولاده لكن ليس خاصا بهم فبيت المقدس مكان يرتبط بكل الأنبياء أنبياء بني إسرائيل وغير أنبياء بني إسرائيل مثلما المسجد الحرام كذلك فالمسجد الحرام زاره كل الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل ومن غيرهم وكذلك بيت المقدس زاره كل الأنبياء ليس خاصا بأمة معينة ليس خاصا بديانة معينة قطعا تكون لدين الإسلام الخصوصية الأكبر لأنه الدين الخاتم ودين الأنبياء منذ زمان أبينا آدم وإلى زمان نبينا الخاتم هو دين الإسلام الإسلام دين الجميع ولكنه يظهر في كل زمان بما يناسب ذلك الزمان فديانة آدم الإسلام وديانة نوح الإسلام وديانة إبراهيم الإسلام وديانة موسى الإسلام وديانة عيسى الإسلام وديانة محمد صلى الله عليه وآله وعلى الأنبياء الذين ذكرتهم صلوات الله عليهم جميعا الديانة هي الإسلام إن الدين عند الله الإسلام هذا القانون وهذه القاعدة ليست خاصة بهذه الأمة إن الدين عند الله الإسلام على طول الخط دين الملائكة الإسلام أليس للملائكة من دين دينهم الإسلام دين الجان الإسلام الجان الذين كانوا على الأرض قبلنا قبل أبينا آدم دينهم الإسلام الدين عند الله واحد هو دين الإسلام ولكن في زمان كل نبي هناك بيان معرفي وعقائدي وهناك تشريع وقواني تتناسب مع ذلك الزمان مع ذلك المكان مع المستوى العقلي لذلك المجتمع مع الظروف المحيطة بتلك الأمة وهكذا تجري الأمور وإلا فالدين واحد هو دين الإسلام فبيت المقدس هو بيت الإسلام الإسلام على طول الخط منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة فبيت المقدس هو بيت الإسلام وليس خاصا باليهود وليس خاصا بمجموعة معينة بسلالة معينة وليس خاصا بالعرب أو بغيرهم بيت المقدس أرض مباركة هي أرض لكل الأنبياء أما هذا البناء هذا بناء أموي شيطاني بناه عبد الملك ابن مروان لأجل تضليل الناس وجاء بصخرة اقتطعها من هذه الهضبة ورتب هذه المغارة الموجودة واصطنع هذا الأمر وهذه العوبة وإحدوثة أموية لا شأن لي بالمخالفين المخالفون عقيدتهم لهم أنا أتحدث عن ثقافة الكتاب والعترة فكل هذه التفاصيل ليست مذكورة في حديث العترة الطاهرة يذكرها المخالفون يذكرها السياسيون الإعلاميون هم أحرار فيما يعتقدون وأنا حر فيما أعتقد ما أجده واضحا في أحاديث أهل البيت أن المراد من بيت المقدس هي هذه الهضبة وهذا المرتفع الصخري الواقع في شرق الخدس وكان عليه بناء كان هناك عليه بناء هذا البناء أسس منذ زمان إبراهيم وهدم عدة مرات وجدت وبني في زمان سليمان هذا الذي يتحدثون عنه الهيكل الهيكل ليس خاصا باليهود هذه معابد الأنبياء ليست خاصة بأمة معينة فحينما يأتي الدين الخاتم تنتهي كل الأديان السابقة هذه عقيدتنا وكل الأماكن المقدسة ستكون تحت خيمة هذا الدين دعوني أقرأ لكم ما جاء في هذه الرواية وأنا أقرأ من الجزء الرابع من تفسير البرهان السيد هاشم البحراني ليس تفسيرا شخصيا للسيد هاشم البحراني وإنما هو جامع للأحاديث التفسيرية عن آل محمد هذا هو الجزء الرابع من منشورات مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 511 الحديث السادس عن ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله عليه قال لما أسري برسول الله إلى بيت المقدس حمله جبرئيل على البراق فأتي بيت المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء كان هناك بناء يوجد بناء يوجد بناء على هذه الهضبة وإن كان يمكن أن يقال أن المحاريب يمكن أن تطلق حتى على الأرض غير المبنية ولكن للحديث بقية ليس بالضرورة أن يكون المحراب مبنيا حتى يقال له محراب المحراب هو مكان الصلاة والعبادة فليس شرطا أن يكون مبنيا لماذا قيل له محراب قيل له محراب لجهتين الجهة الأولى رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يريد أن يصلي يثبت حربة أمامه لأجل أن تكون حاجزا لمكان صلاته ولموضع سجوده حتى يلتفت الآخرون أن لا يمر وأن لا يدوس على موضع سجوده أو على مكان صلاته فيضع حربة فمكان الحربة ومكان الحراب يقال له محراب المحراب هو المكان الذي تثبت فيه الحراب ويقال ويقال له المحراب لأن الإنسان إذا دخل في صلاته دخل في حرب مع الشيطان فمحاريب الأنبياء ليست بالضرورة أن تكون مبنية ولكنني أقول إن التعبير هنا يشير إلى وجود بناء يتضح هذا إذا ما أتممنا قراءة الرواية فأتي بيت المقدس يعني النبي وجبرئيل وعرض عليه محاريب الأنبياء فصلى بها ورده فمر رسول الله في رجوعه بعير لقريش وإذا لهم ماء في آنية وقد أضلوا بعيرا لهم وكانوا يطلبونه فشرب رسول الله من ذلك الماء وأهرق باقيه فلما أصبح رسول الله قال لقريش إن الله جل جلاله قد أسرى بي إلى بيت المقدس وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم هذا الحدث وقع في بدايات البعثة وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم وإني مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضل بعيرا لهم فشربت من مائهم وأهرقت باقي ذلك فقال أبو جهل قد أمكنتكم الفرصة من فاسألوه كم الأساطين فيها والقناديل كم الأساطين أساطين جمع أسطوانة والقناديل جمع قنديل وذلك لا يكون إلا في بناء عامر فهذا يعني أن هناك بناء فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا لا أريد أن أقرأ الحديث الحديث طويل هذه الرواية وأمثالها تخبرنا عن وجود بناء يقال له بيت المقدس هناك محارب الأنبياء هناك منازلهم هناك آثارهم هناك أساطين الأساطين أسطوانات لا بد أن يكون البناء عاليا ضخما كبيرا وهناك قناديل للإضاءة فهذا يعني هناك بناء هذا البناء في ذلك الزمان لا يوجد يهود في زمان البعثة حدثتكم في الحلقة الماضية من أن اليهود خرجوا من فلسطين منذ عام مية واثنين وثلاثين ميلادي وإذا كان هناك بقايا لليهود بعد ذلك رجعوا فكان عددهم قليلا جدا فهذا البناء الذي يسمى ببيت المقدس هو بناء لكل الأنبياء أية ديانة كانت شائعة هي التي تظهر وتتجلى في هذا المكان ففي زمان بعثة نبينا صلى الله عليه وآله الديانة التي كانت شائعة في فلسطين هي الديانة النصرانية في تلك الفترة لم يكن البيت خاضعا لليهود فبيت المقدس هو بيت الأنبياء شيده إبراهيم وإبراهيم قبل الديانة اليهودية لا كان يهوديا ولا كان نصرانيا إبراهيم على الديانة الحنيفية فبيت المقدس بيت أسس وأنشئ على الديانة الحنيفية فالنبي في إسرائه ومعراجه ذهب إلى هذا المكان ولكن هذا المكان مبارك ما حوله كل الهضبة الواسعة المحيطة ببيت المقدس هذه أرض مباركة وكل هذه الهضبة مباركة وهي مسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صخرة بيت المقدس هو أعلى نقطة في هذه الهضبة أعلى نقطة في هذه الهضبة وتقع في وسط الهضبة هذه هي صخرة بيت المقدس ولذا حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الجزء الثامن عشر من بحار الأنوار صفحة 389 حديث طويل ينقله الشيخ المجلسي عن أمالي الشيخ الطوسي حديث مرقم 97 صفحة 388 أذهب إلى موطن الحاجة ماذا قال رسول الله يخاطب أمير المؤمنين إني لما بلغت بيت المقدس في معارج إلى السماء ما قال بلغت إلى المسجد الأقصى لأن المسجد الأقصى في نهاية المعارج إني لما بلغت بيت المقدس في معارج إلى السماء وجدت على صخرتها لا إله إلا الله محمد رسول الله أيته بوزيره ونصرته به فقلت يا جبرايل ومن وزيري فقال علي بن أبي طالب إلى آخر الحديث رسول الله ماذا وجد هذا الكلام كما يقول في هذا الحديث على صخرة بيت المقدس هو لا يتحدث عن صخرة صغيرة وعن كتابة مخطوطة باليد هذا المضمون هو نفسه الذي جاء في حديث أمير المؤمنين وأنا أقرأ من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطابرسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الطبعة ذات الجزئين في مجلد واحد صفحة 158 الحديث الذي يرويه القاسم بن معاوية عن إمامنا الصادق لا مجال لقراءة هذا الحديث بتمامه وكماله مما جاء فيه إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الماء يتحدث عن الماء الأول ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ويستمر الحديث في بيان هذه الحقائق إلى أن يقول الحديث ماذا يقول ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الأراضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين لاحظوا الحديث تحدث عن السماوات عن الأراضين ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها لماذا ذكر الجبال أفليست الجبال هي من الأراضين حينما تذكر الجبال يراد من الأراضين الأراضي السهلة المنبسطة ألا نسمي السهول والأراضي المنبسطة نسميها أراضي فلما خلق الجبال أين كتب؟ كتب في رؤوسها ولذلك قلت المراد من صخرة بيت المقدس هو أعلى الهضبة ومن هنا انطلق البراق برسول الله في معراجه أعلى الهضبة المكان الأعلى في الهضبة أما هذه الأكاذيب هذه أكاذيب عبد الملك ابن مروان وأكاذيب الأمويين فرسول الله ماذا قال هنا بأنه إني لما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها على صخرتها على أعلى الهضبة وكانت قمة الهضبة مجاورة لذلك البناء الذي كان يسمى ببيت المقدس لذا حين جاء عمار ابن الخطاب إلى القدس وبنى مسجدا أين بنى هذا المسجد لو قرأنا تأريخه بناء المسجد في كتب التأريخ أنا لا أريد أن أطيل الحلقة وإلا لجئتكم بالمصادر بكتب التأريخ كيف بنى عمار المسجد بناه في مقابل الصخرة يعني في مقابل القمة اقرأوا تأريخه بناء عمار للمسجد رجاء أعرض لنا الصورة الأولى التي يظهر فيها منظر عام لقبة الصخرة هذا منظر عام لقبة الصخرة الآن الصورة في قبالتي في الجانب الأيمن من الصورة رجاء أن اجعلوا الصورة كبيرة في الشاشة ليس مهما أن أظهر في الشاشة في الجانب الأيمن تلاحظون هذا البناء المثمن هذا هو البناء الذي بناه الأمويون وجعلوه بناء شيطانيا عوضا عن الكعبة وخدعوا الناس فيه أما الأرض المباركة فيكل هذه المساحة المفتوحة وأكثر هذه هي هضبة بيت المقدس أما هذا البناء قبة الصخرة فهذا بناء أموي شيطاني والصخرة التي تحت هذه القبة لا أصل لها هذه من ابتداعات عبد الملك ابن مروان وقد وضعوا الأحاديث الكثيرة في فضل قبة الصخرة وفي فضل الطواف حولها الناس حينما يذهبون يطوفون حولها حتى الشيعة حينما كانوا يذهبون يطوفون وكل ذلك بدع أموي لا صلة لها بدين محمد وآل محمد وتلاحظون أن الأئمة ما أشاروا إلى شيء من ذلك ومرت الروايات بل إنهم ما أمروا واحدا من شيعتهم أن يذهب إلى بيت المقدس في الجانب الأيمن تلاحظون هناك قبتان صغيرتان بالقياس إلى القبة الكبيرة هاتان القبتان واحدة منهما وهي الكبيرة تسمى بقبة المعراج والقبة الثانية تسمى بقبة محمد ويبدو أنهم صنعوا قبة محمد مجاراتا لمقام إبراهيم مثلما مقام إبراهيم قريب من الكعبة فالحجاج كانوا يطوفون حول هذا البناء ويطوفون في داخل البناء البناء من الخارج مثمن ومن الداخل أيضا هناك بناء مثمن وأعتقد أن هذه التفاصيل عرضت من خلال فيديو قناة الجزيرة والفيديو الثاني الذي عرضته عليكم قبل قليل رجاء نعرض لنا الصورة الثانية لنفس هذا المنظر تلاحظون هناك دائرتان الدائرة الكبيرة في داخلها قبة هذه القبة تسمى بقبة المعراج والدائرة الصغيرة توجد فيها قبة هذه القبة تسمى بقبة محمد بقبة النبي هتان القبتان لا أصل لهما حتى لو أردنا أن نبحث في التأريخ متى بنيتا كيف بنيتا ما معناهما لا أحد يعرف عن هذين الأثرين شيئاً نعم هناك من يرقع فليرقع ولكن لا أثر في المصادر وفي الوثائق عن هذين الأثرين بشكل واضح وصريح مقنع يوجد هراء من الكلام موجود الهراء من الكلام موجود عن كل شيء وفي كل شيء وفي كل مكان إذا كان معراج النبي من الصخرة لماذا هذه القبة هذه القبة تسمى بقبة المعراج فلربما كانت قمة الهضب هنا ربما أقول ربما كانت قمة الهضب هنا وهناك من بناها بعد ذلك بعد زمان عبد الملك ابن مروان وكان عارفا بقمة الصخرة قمة الهضبة والهضبة كلها هي صخرة بيت المقدس قمتها يقال لها الصخرة قمة الجبل يقال لها صخرة الجبل رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة هذه الصورة الثالثة لقبة الصخرة وتبدو الصورة واضحة لقبة المعراج ولقبة النبي الصورة الرابعة رجاء اعرضوها لنا الصورة الرابعة الدائرة الكبيرة هذه قبة المعراج والدائرة الصغيرة قبة النبي اعرضوا لنا الصورة الخامسة الصورة الخامسة هذه قبة المعراج ذات اللون الابيض والقبة التي يعلوها لون فيه زرقة القبة الصغيرة هي قبة النبي هذه القباب لا يعرف من بناها بشكل تفصيل دقيق ولا تعرف لماذا بنيت هناك من يرقع بأنها بنيت لذكرى المعراج هذا ترقيع أنا لا أريد أن أتحدث عن الترقيعات ولكن لا أحد يعرف بالضبط وبالدقة من الذي بناها وفي أي تأريخ ولماذا بنيت رجاء أن اعرضوا لنا الصورة السادسة هذا المكان الذي علم بالخط الأحمر تقريبا هذه هي الهضبة المباركة بشكل تقريبي نحن لا نعرف الحدود الجغرافية بشكل دقيق ولكن تقريبا هذه هي الأرض المباركة وهنا كان بيت المقدس ومن حوله الأرض المباركة ومن هنا أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع الإسراء هو قمة هذه الهضبة التي عبر عنها في أحاديثهم الشريفة بصخرة بيت المقدس لا الصخرة التي ابتدعها لنا عبد الملك بن مروان في أضاليله وبدعه الصورة التي بعدها الصورة التي بعدها تلاحظون هناك قبة رمادية هذه القبة الرمادية هي المسجد الذي بناه عمر ولازال موجودا وبحسب القرائن التاريخية حينما نتتبع كتب التاريخ نجد أن عمر وفي حديث له مع كعب الأحبار اختار هذا المكان وكان في مواجهة صخرة بيت المقدس في مواجهة الصخرة يعني في مواجهة القمة المنطقة العالية من هذه الهضبة الصورة التي بعدها رجاء اعرض لنا الصورة واعتقد ان الصورة تكاد تكون اوضح القبة الرمادية هي قبة المسجد الذي بناه عمر ولا زال المسجد موجودا قطعا تغير البناء في وتجددت عمارته عبر التاريخ هذا شيء طبيعي فما يقال له صخرة الصخرة هي القطعة الجبلية الكبيرة ماذا نقرأ في سورة لقمان ماذا نقرأ في سورة لقمان في سورة لقمان في الآية السادسة بعد العاشرة يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ما هي الصخرة من الارض لماذا جاءت مذكورة على حدة يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير الصخرة هنا الجبال مثل ما جاء في حديث امامنا الصادق ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في اكنافها لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الاراضين كتب في اطباقها لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الشمس إلى آخر الحديث فجاء ذكر السماوات جاء ذكر الأراضين وجاء ذكر الجبال هذا هو الذي أسميه بفهم الكتاب وفهم الحديث بمنهجية لحن القول لا بمنهجية الشافعي وبمنهجية البدو بدو الصحراء فما كان يفهمه الصحابة بطريق البدو كان في مرحلة التنزيل ومرحلة التنزيل طويت وانتهت وجاءت مرحلة التأويل ويا علي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل الأمة رفضت التأويل والشيعة كذلك رفضت التأويل والتأويل هو الحقيقة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم هم محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط في سورة لقمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض باعتبار الحديث هنا عن صعوبة العثور فقط عن من أصعب الأماكن التي يصعب فيها العثور على الأشياء في بواطنها القمم الجبلية العالي الجبال والهضاب والصخور صخور العالي وهنا في حديث إمامنا الصادق ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها فالمراد من الصخرة هو رأس الجبل ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وأعود إلى ما جاء في الجزء الثامن عشر من بحار الأنوار والنبي يقول إني لما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها لا إله إلا الله إلى آخر الحديث فالصخرة هي رأس الجبل هي رأس الهضبة ومن هناك كان مسرى النبي الخلاصة ما هي بيت المقدس هو بيت الإسلام هو بيت الأنبياء وهو دار عبادة ودار قدس لكل الديانات السابقة حتى صار تحت خيمة الإسلام تحت خيمة محمد صلى الله عليه وآله هو موضع مقدس والأرض من حوله مباركة تلك الهضبة الواقعة في شرق القدس وأعلى الهضبة هي صخرة بيت المقدس ومنها عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذهب إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم أعرض لكم خلاصة لخصتها من كل ما جاء في ثقافة الكتاب والعطرة وفي ثقافة الكتاب والعطرة عن بيت المقدس الذي هو عنوان للقدس والقدس عنوان لفلسطين وعنوان هذه الحلقات فلسطين في ثقافة الكتاب والعطرة هذه خلاصة وبآنات مختصرة جدا لربما البعض لم يكن قد تابع الحلقات بالتفصيل ويصعب عليه أن يتابعها الحلقات طويلة والمعلومات كثيرة والتفاصيل وافرة لذلك لخصت المعلومات في هذه الصطور القليلة أولا الموضع المبارك هذا في ثقافة الكتاب والعطرة كترة اسمه الحقيقي بيت المقدس إطلاق المسجد الأقصى عليه ليس حقيقة وإذا ما جاء في بعض الأحاديث من باب مجارات الناس أو من باب التجوز والمسامحة مثل ما قال إمامنا الباقر لإسماعيل الجعفي من هذه إلى هذه من الكعبة إلى السماء وما بينهما حرم فإسم الموضع هو بيت المقدس إطلاق المسجد الأقصى عليه ليس حقيقيا أحاديث النبي أحاديث المعصومين تسمي هذا الموضع من القدس من فلسطين ببيت المقدس هذا أولا ثانيا كان قبلة للنبي والمسلمين في بادئ الأمر حينما كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة كانت القبلة باتجاه بيت المقدس وكانوا يضعون الكعبة بنفس الاتجاه ولكن القبلة كانت كانت بيت المقدس بعد الهجرة بعد أن هاجر وخرج من مكة تغيرت القبلة فالموضع بيت المقدس اسمه حين نقول المسجد الأقصى هذا تجوزا أو مجاراتا للناس كان قبلة أولى للنبي وللمسلمين وتغيرت بعد ذلك القبلة مكان مرت فيه قوافل الأنبياء مكان مقدس خطه أبونا آدم ولكن صار واضحا وجليا في زمان أبينا إبراهيم ومنذ زمان إبراهيم النبي وهذا المكان مكان مبارك مقدس لكل الأنبياء ولكل الديانات المنسوبة إلى كل الأنبياء حتى صار تحت خيمة الإسلام رابعا كان جزءا من برنامج الإسراء والمعراج فلقد أسري بنبينا إليه وبحسب ما عندنا من الروايات والأحاديث كان الأنبياء بانتظاره فأما كل الأنبياء قطعا الحديث هنا عن إمامته لكل الأنبياء نحن لا نتحدث هنا عن أبعاد جغرافية هناك مواقع جغرافية ولكن في مثل هذه الخصوصيات وفي مثل هذه الشؤون الغيبية النبوية المحمدية نحن لا نتعامل بالقياسات المادية الأمر يتجاوز هذه القياسات وهذه الحسابات هناك صلى بكل الأنبياء هكذا تحدثنا الأخبار الشريفة وذلك جزء من برنامج الإسراء والمعراج وربما لو سنحت لي فرصة في برنامج من البرامج أن أفصل القول عن رحلة الإسراء والمعراج فإني سأتناول هذا المطلب بالشرح والبيان بنحو مفصل بحسب ما جاء في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك صلة تكوينية بين هذه الأرض بين بيت المقدس وبين أراضي أخرى ترتبط بمحمد وآل محمد إذ جاء في رواياتنا عنهم من أن أرض قم هي قطعة من بيت المقدس قلت أني ألخص ما جاء في أحاديثنا الشريفة وهذا بحاجة إلى شرح ولا أجد وقتا أو مجالا لشرح كل حديث جاء في أحاديثنا الشريفة من أن أرض قم هي قطعة من بيت المقدس وجاء في أحاديثنا الشريفة من أنه من المساجد المباركة والصلاة أجرها وثوابها عظيم في هذا الموضع في هذا المسجد لا أتحدث عن قبة الصخرة هذا بناء أموي شيطاني لا علاقة لي به إنني أتحدث عن هذه الأرض المباركة عن بيت المقدس وأتحدث في ضوء ثقافة الكتاب والعترة لا شأن لي بالآخرين قبلوا كلامي رفضوا كلامي أنا أتحدث هنا عن منطق الكتاب والعترة بحسب ما أفهم بحسب فهمي لا أفرض رأي على أحد ولكنني أعرض المعطيات مسجد لا يشد له الرحال المخالفون يقولون إنه مسجد يشد له الرحال مسجد لا يشد له الرحال افتروا الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك لا شأن لنا بأحاديثهم وبمفترياتهم هم أحرار بما يحدثون وبما يفترون ونحن أحرار بما نعتقد ليست لهذا المكان الخصوصية التي هي للمسجد الحرام وللمسجد النبوي ولمسجد الكوفة لذلك هذه المساجد يشد لها الرحال وهذه المساجد حكم المسافر فيها أنه مخير بين القصر والتمام يضاف إلى ذلك حرم أمير المؤمنين في النجث وحرم سيد الشهداء في كربلاء ويمكن أن يضاف حرم الأئمة لكننا لا نملك نصوصا على ذلك نقف عند حدود النصوص نقف عند حدود النصوص وإلا فالملاك واضح ملاك هذا الحكم في هذه المواطن المشرفة واضح واضح جدا ولكننا تسليما نقف عند حدود النصوص هذه خلاصة موجزة وبقيت نقطة واحدة وهي نقطة مهمة جدا هذه النقطة سأتناولها بالشرح والبيان في هذه الحلقة أحاول أن ألملم أطراف حديثي وأن أغض الطرف عن بعض المطالب فقد طالت الحلقات وكثر الكلام في هذا الموضوع قبل أن أتناول النقطة الأخيرة وهي مهمة جدا نذهب إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم آخر نقطة أو آخر خصوصية من خصوصيات بيت المقدس وهي مهمة جدا سأتناولها ولكنني سأذكر ملاحظة سريعة توضيحية فحين يقال صخرة بيت المقدس المراد من الصخرة قد تطلق على كل الهضب أو على قمتها والذي يبدو من القرائن أن المراد من صخرة بيت المقدس هي أعلى جزء فيها وهذا هو الاستعمال الشائع في اللغة أو في العرف وحتى في الجغرافيا وفي الجيولوجيا في العلوم المعاصرة والقديمة على سبيل المثال رجاء أعرض لنا صورة صخرة جبل طارق في منظر الليل هذه هي صخرة جبل طارق ماذا يسمونها في التأريخ في الجغرافيا في السياسة في القوانين ماذا يسمون هذا الهيكل أو التضريس الأرضي هذا الهيكل أو التضريس الأرضي الكبير يسمى بصخرة جبل طارق هذا المنظر ليلي هناك منظر النهاري رجاء نعرضوه لنا وليكن على سعة الشاشة حتى تكون الصورة واضحة هذا منظر نهاري لهذه الصخرة الجبلية معروف في التأريخ وفي الجغرافيا وفي اللغة وفي العرف وفي السياسة والقانون وفي الإعلام وفي التعليم هذا التضريس الأرضي يقال له صخرة جبل طارق رجاء اعرضوا لنا صخرة جبل إفارست وهي أعلى قمة في العالم هذه أعلى قمة إفارست ماذا تسمى؟ راجعوا المصادر العلمية والمراجع العلمية تسمى بصخرة جبل إفارست صورة ثانية ربما تكون أوضح هذه هي صخرة جبل إفارست وهو الجزء الأعلى من قمة الجبل فصخرة بيت المقدس بيت المقدس كان مبنيا على هضبة صخرية واسعة أعلى جزء في هذه الهضبة يسمى بصخرة بيت المقدس وأما هذا الهراء الموجود هذا هراء عبد الملك ابن مروان هنيئا للطائفين حوله وللذين يطوفون في هذا البناء المرواني تلاحظون الفارق الكبير بينما هو موجود في ساحة الثقافة الشيعية وبينما هو هو موجود في ثقافة الكتاب والعترة والقضية لا تقف عند هذا الحد إذا أردنا أن نذهب مع باقي الموضوعات مع باقي التفاصيل في العقائد في التفسير في الفيق في الثقافة العامة في التعريخ القضية هي هي لماذا؟ لأن الساحة الثقافية الشيعية مصابة بهذا المرض الخبيب السرطان القطبي الخبيب ولذكر هذا السرطان لا بأس أن نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي قضيتنا المركزية المشروع المهدوي الأكبر وبيت المقدس في القدس في فلسطين جزء من هذا المشروع فمثل ما كان بيت المقدس جزءا من برنامج الإسراء والمعراج وما اجتماع كل الأنبياء إلا إشارة واضحة صريحة إلى ارتباط هذه الأرض وهذا الرمز بالمشروع المهدوي الأكبر فكل الأنبياء وكل الأوصياء وكل الأولياء وكل الديانات والجميع منذ اليوم الذي نزل فيه أبونا آدم إلى هذه الأرض وكل شيء بانتظار الموعود بانتظار إمام زماننا كل ما تقدم من خير هو للتمهيد له وكل ما تقدم من شر هو لتعويق مشروعه صلوات الله وسلامه عليه فقضيتنا المركزية عنوانها عاشوراء ولكن ما هو مضمون عاشوراء عاشوراء تعني المشروع المهدوي الأعظم بيت المقدس هذا هو جزء من خارطة المشروع المهدوي الأعظم هذا هو موقع بيت المقدس في ثقافة الكتاب والأترة ليس هو القضية المركزية القضية المركزية المشروع المهدوي الأعظم وبيت المقدس هو جزء من أجزاء هذا البرنامج إذا ما أردنا أن نعود إلى الوراء إبراهيم بنى المسجد الحرام والمسجد الحرام والمسجد النبوي والكوفة وكربلاء كل هذا يشير إلى إمام زماننا وبيت المقدس حين بناه إبراهيم في فلسطين يشير إلى عيسى المسيح وعيسى المسيح جندي من جنود إمام زماننا الحجة بن الحسن وفارس من فرسانه العظام لن أطيل الحديث أكثر من ذلك في هذه الجهة فإنني إذا فتحت الحديث فيها ستطول الحلقة أكثر وأكثر أعود إلى ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة بهذا الخصوص في جزئية بيت المقدس من قضيتنا المركزية المشروع المهدوي الأعظم في بيت المقدس تنتهي حرب الثمانية أشهر وهي حرب إمام زماننا هكذا حدثتنا الروايات إمام زماننا ما هو بإمام حرب إمام سلام ولكن السلام على هذه الأرض التي ملئت بالظلم والجور لن يتحقق إلا بإجراء عملية جراحية كبرى وتلك العملية الجراحية الكبرى هي حرب الثمانية أشهر الروايات حدثتنا عن أن حرب الإمام الحج تستمر ثمانية أشهر قد تكون هذه الأشهر أطول من شهورنا ولكنها بالنتيجة ثمانية أشهر ففي زمانها يشعر الناس بها ثمانية أشهر فالحرب التي عند انتهائها يعلن بشكل رسمي تأسيس الدولة المهدوية المنتظرة من كل أولئك الأنبياء الذين صلوا خلف رسول الله في بيت المقدس عند إسرائه ومعراجه ففي بيت المقدس حين يصلها إمام زماننا ويفتحها هناك تنتهي حرب الثمانية أشهر وبعدها تبدأ دولة العدل والحق والرخاء والرفاهية وقل ما تريد أن تقول ثانيا في بيت المقدس حين يصل إمامنا ويصلي هناك أمام عيون الجميع ينزل عيسى المسيح من السماء نحن ما عندنا تفاصيل كثيرة عن نزول عيسى المسيح ما عندنا تفاصيل كثيرة لربما إذا ما وفقت وقدمت بين أيديكم برنامج زهرائيون في العيام القادمة فهذا البرنامج برنامج خاص بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إذا ما جرت الأمور بأسبابها ووفقت أن أقدم بين أيديكم هذا البرنامج سأتحدث عن شؤنات إمام زماننا والحديث عن عيسى المسيح وعن نزوله شأن من شؤون الثقافة المهدوية فلا بد أن أمر عليه فعيسى المسيح يبدو لي هكذا من خلال الأحاديث والروايات له أكثر من نزول فهو نبي سمواتي نبي سماوي يصعد إلى منزله إلى السماء وينزل إلى الأرض والحكمة في ذلك نصرة الحق في بيت المقدس ينزل عيسى وبنزول عيسى تتكشف الكثير من الحقائق أعظم سلاح عند إمام زماننا أعظم سلاح ليس السلاح الذي يقتل البشر أعظم سلاح هو سلاح بيان الحقائق فإمامنا سيكشف الأسرار وسيفجر المعارف وسيزيح الظلام عن هذه العقول فأول أمر يقوم به أن يضع يده على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقولهم وإنما تجمع العقول كيف بزوال الظلام بزوال ظلام الجهلي وظلام الصنمية القاتل في كل المجموعات الدينية الصنمية داء يمنع الإنسان من أن يفكر بحرية الصنمية داء يمنع الإنسان من أن يعبد الله كما يريد الله الصنمية داء الشيطان الشيطان الذي كان يصنم نفسه وأراد أن يعبد الله ولكن من خلال نفسه لذلك طرده الله طرد ولعن لأن الله يريد أن يعبد من حيث يريد العبد ما قيمة إرادة العبد الصنمية تجعل عبادة الإنسان أي كان نوع العبادة هذه أي كان نوعها تجعل العبادة عبادة شيطانية الصنمية تكبل العقل البشري الصنمية تحول فيما بين الإنسان وبين معرفته لإمام زمانه الصنمية تحول فيما بين الإنسان وبين أن يدرك الحقائق كما هي الصنمية تحول فيما بين الإنسان وبين أن يفهم الأمور بشكل صحيح الصنمية تحول فيما بين الإنسان وبين أن يدرك الأدلة والبراهين والحجج الصنمية تعمي وتصم أقوى أسلحة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حين يجمع العقول أن يزيح الظلامة ظلام الجهل وظلام السفاهة وظلام الحماقة وظلام الجهل المركب كل هذا عصف بعقول العلماء والنخبة وأهل الفكر من جميع الأمم وفي أمتنا بالخصوص وفي واقعنا الشيعي بالخصوص عيسى المسيح سلاح من أسلحة إمام زماننا في هذا الأمر فحين ينزل من السماء وتتكشف الحقائق حقائق التأريخ تتكشف حقائق اليهود وماذا فعلوا وتتجلى الأمور للنصارى للمسيحيين إلى أين ذهبوا ومن الذي غرر بهم ويظهر التزييف في هذه الأمة وماذا فعلت السقيفة بهذه الأمة وما الذي جرته المناهج البعيدة عن أهل البيت في الواقع الشيعي فالسقيفة كفرت بالعترة جملة وتفصيلا وآمنت بالكتاب وحسبهم كتاب الله كما قالوا والشيعة آمنت بالعترة قولا أما عملا فقد كفرت بمناهج تفكيرهم وبثقافتهم وذهبت الشيعة بنخبتها تركض وراء الفكر الناصبي هناك تتكشف الحقائق وتتجلى جلية واضحة المشروع المهدوي مثقل بكل ما مر في هذا التأريخ ولا بد أن تزاح هذه الأثقال شيئا فشيئا وعيسى المسيح أحد وسائل إمام زماننا في بيان الحقائق هذا هو الكتاب الكريم وهذه سورة النساء الآية التاسعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الجميع أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس على الأقل اليهود والنصارى فهم الذين يحكمون العالم في يومنا هذا ويبدو أن حكومتهم ستستمر حكومة أهل الكتاب حكومة النصارى يبدو أنها مستمرة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فهل مات عيسى عيسى لم يمت في عقيدتنا نقرأ ماذا جاء في تفسير القموي السيد هاشم البحراني في الجزء الثاني من تفسير البرهان ينقل لنا عن تفسير القموي تفسير علي ابن إبراهيم رحمة الله عليه هنا ينقل علي ابن إبراهيم بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن شهر ابن حوشب وهذا من المخالفين لأهل البيت ليس معدودا في شيعة أهل البيت عن أبي حمزة عن شهر ابن حوشب قال قال لي الحجاج يا شهر إن آية في كتاب الله قد أعيتني فالحجاج كان حافظا للقرآن وكان مدرسا للقرآن في بدايات حياته كان يدرس القرآن في المساجد أبو حمزة يحدثنا عن شهر ابن حوشب يقول قال لي الحجاج يا شهر إن آية في كتاب الله قد أعيتني لا أعرف لها معنى فقلت أيها الأمير أية آية هي فقال قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته والله إني لأمر باليهود والنصران فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمت وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته حجاج هكذا فهم الآية من أن كل يهودي وكل نصراني قبل أن يموت لا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله لذلك يقول والله إني لأمر باليهود والنصراني فيضرب عنقه فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني لأن الحجاج كان يضرب أعناق الجميع يهود نصارى مسلمون ولكن كانت قسوته على الشيعة أكثر ثم أرمقه من أهل الكتاب من أهل الكتاب وآمن به قبل موته قبل موت عيسى ويصلي خلف المهدي قال ويحك أنا لك هذا من أين جئت بهذا الكلام قال ويحك أنا لك هذا ومن أين جئت به فقلت حدثني به محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب يعني باقر العلوم فقال ماذا قال الحجاج جئت بها والله من عين صافية الحجاج أدرك هذا المعنى هو قال فقال جئت بها والله من عين صافية يذكرني هذا بما قاله أمير المؤمنين وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف وهذا الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة الدار الأسوة إيران صفحة ميتين وستة الحديث التاسع من الباب المعنون باب معرفة الإمام والرد إليه الحديث التاسع عن إمامنا الصادق يحدثنا عن سيد الأوصية عن أمير المؤمنين الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة فيقول ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض عيون كدرة قدرة من هذه العيون أصيبت ساحة الثقافة الشيعية بالصرطان القطبي الخبيب بسبب مراجعنا وعلمائنا الذين يكرعون ويشربون من هذه العيون ثم ينقلون لنا ما شربوه وما كرعوا منه وفيه ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاذ لها ولا انقطاع هنا نطق الوجدان نطق الضمير نطقت الفطرة فالإنسان مهما كان تبقى آثار الفطرة موجودة يغطيها ما يغطيها من سوء التربية من الإرث السيء من سوء العمل من سوء القول يغطيها ما يغطيها ولكن في بعض الأحيان هناك حقائق صادحة وصادعة لا تستطيع فطرة الإنسان أن تقاومها ولا يستطيع الضمير البشري أن ينحرف عنها فهذه الآية أعية الحجاج فلما جاء الجواب منقولا عن باقر العلوم صلوات الله عليه قال جئت بها والله من عينا صافية هذه دعوتي إليكم إنني أدعوكم إلى العيون الصافية هذه برامجي وهذه أحاديثي هل خرجت عن العيون الصافية أنا ما بين الكتاب والعترة أحاول أن أفهم ذلك بحسب قواعد فهمهم لا أدعي الصواب في كل ما أقول أبداً 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 أحاول أن أصيب لكنني أحاول في الساحة الصحيحة وفي الاتجاه الصحيح إنني أحاول هذا هو جهدي وجهدي هذا الذي أستطيعه إنني أعمل في المكان الصحيح وأتحرك في الاتجاه الصحيح الكتاب والعترة أصيبوا أخطئوا فتلك طبيعة الإنسان فماذا أصنع تلك طبيعة الإنسان نحن أخطاؤنا أكثر من صوابنا وسيئاتنا أكثر من حسناتنا وسفاهتنا أكثر من رشدنا وجهلنا إن كان بسيطاً أو كان مركباً أكثر من علمنا هذا هو حالنا وهذا السبب الذي يجعلنا في غاية الاحتياج لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى كلام سيد الأوصياء ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع هنيئاً هنيئاً وهنيئاً وهنيئاً إلى أن ينقطع النفس وما بعد انقطاع النفس لكل من جعل مسار حياته في أجواء الكتاب والعطرة حتى وإن اخطأ حتى وإن اشتبه فأين هذا من ذاك الذي يقضي حياته في خدمة الفكر الناصبي ويعرضه للناس على أنه من فكر أهل البيت هنيئاً وهنيئاً وهنيئاً إلى أن ينقطع النفس وبعد أن ينقطع النفس إلى ذاك الذي يقضي حياته في خدمة حديث العترة الطاهرة أتمنى أن أكون من هؤلاء والله أتمنى أن أكون من هؤلاء وأتمنى لكل الذين يحبون علياً أتمنى لكل الذين يحبون علياً أن يكونوا كذلك ولكن 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 نذهب إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم في بيت المقدسي حينما يصل إمام زماننا الحجة بن الحسن إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه هناك حين تتكامل المجريات وتتسلسل الأحداث وحين يسفر الحق عن وجهه في جنبات فلسطين هناك في بيت المقدسي وفي الأرض التي بوركت من حوله يعلن عن نهاية حرب الثمانية أشهر هذه الحرب التي تكون بوابة لسلام يعم الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وفي طوايا تلك الأحداث ينزل عيسى بن مريم من السماء في وقت الصلاة ويصلي خلف إمامنا والأحاديث واضحة صريحة في ذلك وأنا هنا أذكر رؤوس أقلام موجزة مختصرة فقط من دون التوغل في التفاصيل وفي سائر المجريات وفي بيت المقدسي يعلن عن نهاية الدجال اليهودي الذي عبرت عنه الروايات بالأعور الدجال فالأعور الدجال هو عنوان للدجال اليهودي وهو آخر دجال في كنانة إبليس فإمام زماننا يقضي أولا على الدجال الشيعي وهو أخطر الدجالي يقضي على الدجال الشيعي حينما يقضي على فقهاء البترية بين النجف وكربلا الرواية تحدثت عن هذا الموضوع وسآتي على ذكره في الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج آخر أجزاء هذا البرنامج ستكون عند هذا الموضوع فإمام زماننا يكون قد قضى على الدجال الشيعي أخطر الدجالين كما في الروايات لست أنا الذي أقول وستستمعون إلى أحاديث آل محمد تشرح لكم الحقيقة إبليس جهز لحربه مع المشروع المهدوي الذي سيكون سببا في القضاء عليه فاليوم المعلوم والوقت المعلوم الذي سينتهي فيه المشروع الإبليسي بالقضاء على إبليس إنه في العصر المهدوي ما بين الظهور إلى الرجعة إلى دولة الدول إلى دولة علي إلى جنة الأرض الدولة الخاتمة دولة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلك هي عقيدة الرجعة بكل تفاصيلها فالدجال الأول الذي يقضى عليه هو الدجال الشيعي يقضى عليه ما بين النجف وكربلا والدجال الثاني وهو الدجال الناصبي يقضى عليه يقضى عليه عند دمشق في منطقة عذراء في مرج عذراء هناك يقضى على الدجال الناصبي الذي تعنونه الروايات السفياني الدجال الشيعي تعنونه الروايات فقهاء كوفة وقراءها من البترية هذا هو عنوان الروايات هذه المصطلحات كلها من أفواه آل محمد من حديثهم الدجال الشيعي وهو الأخطر والأسوأ في مواجهة إمام زماننا فقهاء الكوفة وقراءها من البترية هكذا وصفتهم أحاديث أهل البيت وأقل سوءا منه الدجال الناصبي الدجال السقيفي ابن السقيفة وابن آل أبي سفيان السفياني والقضاء عليه عند دمشق عند منطقة عذراء والدجال اليهودي وهو الأقل خطرا يكون القضاء عليه بعد ارتفاع رايات الحق في بيت المقدس وبعد نزول عيسى هناك ينتهي الأعور الدجال وبانطواء هؤلاء الدجاجل الدجال الشيعي الأخطر الدجال الناصبي أقل خطرا من الدجال الشيعي والدجال اليهودي أقل خطرا من الدجال الناصبي بانتهاء هؤلاء الدجاجل يعلن بشكل رسمي نجاح المشروع المهدوي وتأسيس دولة الحق التي كان الأنبياء ولا زال والأوصياء والمؤمنون في انتظارها فموقع بيت المقدس هو هذا في ثقافة الكتاب والأترة قضيتنا المركزية عاشراء مضمونها المشروع المهدوي الأعظم بيت المقدس عنوان للقدس والقدس عنوان لفلسطين هذه الأرض هي جزء من المشروع المهدوي علينا أولا أن نجعل همنا واهتمامنا وهدفنا للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم وبيت المقدس جزء من هذا المشروع لماذا فشل العرب وفشل المسلمون لأنهم ساروا في طريق آخر ولي ينتصروا ما لم يعرفوا رحم الله عرف من آن وإلى آن ما لم يتمسكوا ببيعة علي في الغدير بكل تفاصيلها وما لم يسيروا في منهج الثقلين في منهج الكتاب والعترة وما لم يكونوا أوفياء للحسين وللمشروع الحسيني لا بالفهم القطبي إني أتحدث عن حسين فاطمة لا أتحدث عن حسين القطبي أتحدث عن حسين المحمدي العلوي الفاطمي الحسني المهدوي أتحدث عن هذا الحسين إنني لا أتحدث عن الحسين الشافعي الأشعري المعتزلي الصوفي القطبي لا أتحدث عن هذا الحسين هذا الحسين لا أعرفه وأكفر به ما لم تأوب الأمة إلى إمام زمانها وأن تجعل المشروع المهدوية قضيتها المركزية الأولى وأن تعرف موقع بيت المقدس في هذه القضية لن تستطيع هذه الأمة أن تحرر بيت المقدس والأيام بيننا سيبقى تحريره لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الأمة بإمكانها أن تغير مسار الأحداث فقانون البداء هو القانون الأوسع والأعلى رتبة بين كل القوانين التي تحكم التكوين والتشريع بإمكان الأمة أن تلغي الدجال الناصب السقيف السفياني إذا ما سارت في المسار الصحيح وبإمكانها أن تجعله أسوأ وأسوأ حتى من كل الأوصاف التي حدثتنا الروايات التي بأيدينا على الأقل عنه فما كل الروايات عندنا الأمة بإمكانها أن تغير المسار مثل ما كان مقدرا للأمة أن تتمسك ببيعة الغدير وأن يؤول الأمر بعد رسول الله إلى سيد الأوصياء وكان من المقدر لها أن يكون ما يكون أن يأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن بين أيديهم وأن تعم البركات في كل سقع من أسقاع الأرض ولكن هذا لم يحدث الأمة غدرت بالغدير فتغيرت المقادير حين غدرت الأمة بالغدير تغيرت المقادير كان مقدرا للشيعة إنني أتحدث عن عن مجتمعي وعن قومي أتحدث عن شيعة آل محمد هؤلاء هؤلاء هم أهلي وقومي وشعبي وأمتي وطائفتي وفرقتي قولوا ما شئتم كان مقدرا لهم أن يتحرك هذا البرنامج فيما بينهم أن يتحرك فيما بيننا ولكن الأمة أعرضت عن هذا البرنامج هذا البرنامج يبينه لنا إمامنا السجاد وأنا أقرأ من كتاب كمال الدين وثمام النعمة والإمام يحدث أبا خالد الكابلي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته القائلين يعني المعتقدين والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا هل نحن أفضل من أهل كل زمان نحن أسوأ من أهل كل زمان الحديث عن شيعة أهل البيت نحن أسوأ من أهل كل زمان مضى ففي زمن الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي نقل لنا الفكر الشافعي كانت الشيعة تتأثر بالفكر الشافعي ثم بعد ذلك نخلوا لنا الفكر الصوفي ونقلوا غيره إلى أن وصلنا إلى زماننا من الخمسينات وإلى الآن ونحن نعيش في دائرة الفكر القطبي الناصبي فنحن أسوأ من أهل كل زمان جمعنا كل السيئات وجمعنا أسوأ الأفكار الناصبية بسبب علمائنا ومراجعنا وقادتنا وأحزابنا وهذه دعوة للإصلاح فأنا لا استطيع أن أفعل شيئا هذا اقتراح لدعوة أنتم تبنوها لدعوة الإصلاح والتنظيف والتطهير في ساحة الثقافة الشيعية كان مقدرا لنا أن نكون أفضل أهل كل زمان من الطبقات الشيعية التي مرت في الأزمنة السابقة حتى في زمان الأئمة يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة أعطاهم ذلك لأنهم يستحقون أما نحن فحشونا عقولنا بالصنمية وبالتصطيح الفكر والعقائد وبعبادة الأشخاص وبالركض وراء الفكر الناصبي وبتفسير القرآن بالمنهج المخالف وبالثقافة المنافرة والمجافية لأهل البيت فكيف يمن الله علينا بكل ذلك لا يمكن الأمور تجري بأسبابها وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه لذا أرفع صوتي دائما يا جماعة تعالوا ننظف الساحة الشيعية من هذه القذارات الناصبية يا أبا خالد هذا هو المفترض أن يكون ولكن مراجعنا وعلماءنا وأحزابنا وأصحاب القرار عندنا من أي نوع كانوا أصحاب الأموال لهم مدخلية كبيرة في ذلك لو لاهم لما استطاعت المؤسسة الدينية أن تنشر الفكر الناصبي الآن أكثر أكثر الأماكن وأكثر الأسباب وأكثر الأبواب التي تصب الفكر الناصبي على رؤوس الشيعة القنوات الفضائية التي تنقل المجالس الحسينية تنقلها بثا مباشرة هذه أكثر الأبواب التي تنقل القذارات الناصبية على رؤوس الشيعة في كل مكان لأنهم ينقلون أحاديث هؤلاء الخطباء وهؤلاء الخطباء لا يعرفون شيئا شيعيا حقيقيا ما تعلموه وما يقومون بتقليده لمن يعتقدون صواب منهجه فكر ناصبي بعيد عن آل محمد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة نحن ما عندنا ولا واحد من تريليون تحت الصفر من هذا المعنى لا نملك ولا واحد من تريليون تحت الصفر ليس واحد من تريليون فوق الصفر لماذا؟ لأننا لا نملك العقول والأفهام والمعرفة التي تجعلنا بهذا المستوى وَجَعَلَهُمْ وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ هذا الكلام ليس للإعلام والله هذه حقيقة حينما أجلس فيما بيني وبين نفسي أقول هذه الأوصاف هل ينطبق منها شيء عليّ والله لا أجد شيئا منها لا من قريب ولا من بعيد وعبر مسيرتي الدينية وتجربتي الطويلة في العمل الإسلامي ما التقيت بشخص لحد الآن وجدت فيه شيئا من هذه المعاني لذلك أقول كان مقدرا لنا أن نكون هكذا ولكن السرطان القطبي الخبيث الذي يفتك بنا على الأقل نحن هذه الأجيال من الخمسينات وإلى اليوم هو الذي منعنا أن نكون ولو بجزء يسير من هذه الأوصاف ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا البرنامج لو كان موجودا لما كانت إسرائيل وحتى لو كانت لا استطاع هذا البرنامج أن يحرر بيت المقدس أنا أقرأ عليكم من الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار طبع الدار إحياء التراث العربي صفحة 216 الحديث رقم أربعين هذا الحديث يرتبط بما جاء في الآيات الأولى من سورة الإسراء في الآية الرابعة وما بعدها من سورة الإسراء بعد البسملة وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لَتُفْسِدُنَّ في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا وَلِبَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ماذا يقول آل محمد في شأن هذه الآيات في شأن هذه الآية بالخصوص الحديث الأربعون صفحة 216 الجزء السابع والخمسون من بحار الأنوار أصحاب الإمام الصادق جلاس عنده الإمام يقرأ هذه الآية حتى إذا جاء وعدوا أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا ولبأسٍ شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل فقلنا أصحاب الإمام الصادق جعلنا فداك من هؤلاء فقال ثلاث مرات هم والله أهل قم هم والله أهل قم هم والله أهل قم وإنما سميت قم في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة هذا الحديث أمامي الحديث الثامن والثلاثون إنما سميت قم لماذا؟ لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه لأن أهل قم يجتمعون مع قائم آل محمد إن كان في زمان الغيبة بنفس المنطق تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ويكونون الدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا مثل ما قال الإمام السجاد لأبي خالد الكابلي بحسب الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل وإن كان في زمان ظهوره فذلك أمر واضح قطعا هذا يتحقق إذا ما تحققت هذه المعاني وتحقق هذا البرنامج لأن الآية هنا في سورة الإسراء تتحدث عن زمان الغيبة إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين هناك مرتان ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما الحديث عن الأولى لأن الثانية تتأتي بعد ذلك فإذا جاء وعد الآخرة الآن نحن نتحدث عن الأولى الأولى في زمان الغيبة وإلا في زمان الظهور ينزل عيسى وبحسب الآية التاسعة والخمسين بعد المئة من سورة النساء مرت علينا قبل قليل قصة شهر بن حوشب مع الحجاج وما نقله عن إمامنا الباخر فإنه لا يبقى لا يهود ولا نصران إلا ويؤمن بالحق وذلك عند انتهاء مشروع الأعور الدجال في بيت المقدس فالآية هنا تتحدث عن زمان الغيبة يعني لو أن هذا المشروع في زمان الغيبة كان متحققا لتحقق هذا المعنى فقال ثلاث مرات هم والله أهلقم هم والله أهلقم هم والله أهلقم ولكن هذا المعنى لا يتحقق لأن الأمة غدرت بهذا البرنامج ما عملت بهذا البرنامج حال الأمة حين غدرت ببيعة غدير فحين غدرت الأمة ببيعة الغدير تغيرت المقادير وحين غدرت الشيعة بهذا البرنامج الذي كان مفترضا أن يكون وهو من نتاج عاشراء حين تتحدث زيارة الأربعين عن العباد الذين ينقذهم سيد الشهداء من الجهالة وحيرة الضلال من هم؟ هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا البرنامج وهذا الوصف في حديث إمامنا السجاد مع أبي خالد الكابلي الذين يصلون إلى هذه المرتبة أن تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة فإذا بلغوا هذا الحد تأتي هذه المقادية من دون هذا الحد تتغير المقادية ما دامت ساحة الثقافة الشيعية ملوثة وموسخة بهذا الفكر الناصبي فإننا لن نرى خيراً أبداً الخير كل الخير مع محمد وآل محمد حين نقول معكم معكم في أي شيء معهم في العواطف القلبية الخالية سنكون حينئذ كأولئك الذين غدروا بالحسين قلوبهم مع الحسين وسيوفهم على الحسين هذه السيوف ما الذي يحركها تحركها الأفكار القلوب مع الحسين والسيوف على الحسين السيوف يحركها التخطيط يحركها العقل أن تكون عقولنا بخلاف آل محمد مشبعة بالفكر الناصبي ونقول لهم معكم معكم عاطفياً ما قيمة هذا لا معنى لهذا معكم معكم في كل شيء عقولنا معكم قلوبنا معكم 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 لا مع غيركم نحبهم بقلوبنا ولكننا نتكلم بمنطق النواصب نحبهم بقلوبنا ولكن مفردات العقل الذي يحركنا مفردات قطبية هذا هو السرطان القطبي الخبيث الذي أتحدث عنه فبيت المقدس والقدس وفلسطين جزء مهم في البرنامج المهدوي وعلينا أن نفهم الأمر مثل ما يريده الأطهار منا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحلقة طالت مع أنني أعرضت عن كثير من المطالب كان في نيتي أن أتحدث عن مطالب أخرى أعرضت عنها واختصرت الكثير لأنني أعرف نفسي إذا ما فتحت الحديث في هذه الجهات التي أعرضت عنها فلا بد من حلقة أخرى وحلقة تأتي بعدها وستكثر الحلقات لقاؤنا يتجدد غدا ولكن إلى هذا الحد أعتقد صارت الصورة واضحة لمضمون هذا العنوان فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة أترككم في رعاية القمر واللقاء يتجدد غدا على شاشة القمر وكل أملي على أعتاب أبواب القمر يا قمر سلاما يا قمر سألكم دعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر